هيا لو بوصينا كده الأداء المنتخب في البطولة دي وأداء قوي الحمد لله ومنتخب الوطني يعتبر من أقوى يعني عنده خاطة لجوم من أقوى خطوط لجوم في المنتخبات الـ 48 المشاركة في منتخبات قارة أفريقيا هيزهرف منك تحليلك لأداء المنتخب الوطني في المباريات اللي فاتت شفنا أداء قوي جدا أمام كابفيردي وبوتسوانا وحتى يمكن نفوز بنتائج كبيرة مش بسيطة وتصدرنا للمجموعة يعني زهرف كده رؤيتك الأول وتحليلك لأداء منتخبنا على مدار المتشاط اللي فاتت طيب بسم الله وبالتأكيد منتخبنا الوطني من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية دلوقتي بالمستوى الفاني الذي يقدم في المباريات مش هقول أنه مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في المملكة المغربية واللي تم إرجاعها بالمناسبة من يونيو 2025 لديسامبر 2025 ثم يناير 2026 بسبب كأس العلم الأندية بالشكل الجديد اللي هيكون في الولايات المتحدة لكن بشكل عام منتخب مصر بيسير في تصفيات ليست هي الاختبار الحقيقي ولكن منتخب مصر بيظهر بالوجه الحقيقي للكرة المصرية فكرة أنه عدم التهاون بمنتخبات ليست في أفضل حالتك وإنت في أفضل حالتك فما بتنزلش بالمستوى للمستوى الأدنى أو ما بتتجرش للأداء السلبي اللي ممكن ياخدك له منتخب زي الكاب فيرد نظهر في كأس الأمم الأفريقية بشكل قوي جدا وتعدلنا معها بصعوبة ولكن مش هو المنتخب اللي عنده استمرارية أو نفس طويل أو لعبين يقدرون أن هم يرهبوا مجموعة منتخب مصر أو مجموعة اللعبين الموجودين والإدارة الفناية بقيادة حسام حسن فتفوق ثلاثة لشيء في الكاهرة ثم أربع لشيء على بوتسوانا فيه بوتسوانا رغم الغيابات اللي كانت عندك والمؤثرة زي مصطفى محمد ما كانش موجود محمد عبد المنعم كان يغيب عن هذه المباراة والشكل العام بالنسبة حتى للإصابات اللي كانت موجودة والغيابات لكن المنتخب عنده البدائل وده مهمة قوي فكرة أنه في كل مركز عندك تقل طبعا ولعيبة موجودة مش بس أهلي وزمالك ومش بس محترفين حتى لما بيغيب أو بيخرج محمد صلاح فعندنا مصطفى فتحي بينزل بعمل شغلة كواس جدا إبراهيم عادل عمل شغلة رائعة مع متخابنا الأوليمبي برامل زمن قبلها ومع متخابنا الواطن الأولي فمجموعة اللعبين والتوليفة بشكل عام في المباراتين سبقتين ما قدرش أقول أنها مستوى فني نقدر أن نقف عليه أو نرتكز عليه ولكن هو مستوى فني رائع بما أنه إحنا اللي نروح للمستوى الأعلى